الحقيقة في الفترة الأخيرة وبعد انتشار فيروس كورونا بدأت تردنا أسئلة الحقيقة جديدة حول أناس لديهم رهاب وخوف ووسوسة من الموت يخشى أن يموت ما هو العلاج؟ ما هو الحل؟ أيها الأحباء الحل بسيط جدا 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 كل من لديه خوف من الموت وتحول هذا الخوف إلى ما يشبه الوسوس القهري حله بسيط جدا أيها الأحبة فقط أن تغير نظرتك إلى الموت وانتهى الأمر الله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إذن إذا أردت أن تغير ما حولك وتغير تفكيرك وتغير نظرتك لقضية ما ينبغي أن يبدأ التغيير من عقلك الباطن من أفكارك الموجودة في نفسك حتى يغير ما بأنفسهم كل من يخاف من الموت أيها الأحبة يعتبر الموت أنه نهاية كل شيء وهذا خطأ كبير ينبغي أن تعتبر الموت هو بداية لحياة حقيقية نحن الآن نعيش حياة وهم لا نرى الملائكة لا نرى الجنة والنار لا نرى الحقائق اعتبارا من لحظة الموت سيصبح بصرك حديد سترى الملائكة سترى الجنة وترى مقعدك من النار أو من الجنة إن شاء الله الكافر أيها الأحبة عندما يقترب الموت يرى مقعده من النار فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه المؤمن عند الموت يرى مقعده من الجنة فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه إذن القضية أيها الأحبة قضية تغيير نظرتك لهذا الموت ماذا يوجد بعد الموت هو هذا السؤال المهم أحبتي في الله إذا اعتبرت أن الموت عبارة عن ألم ونهاية الحياة وفراق الأحبة فراق الأولاد فراق الأهل فراق الزوجة فراق الأبوين تنتهي طموحاتك الموت هو نهاية للطموح للأحلام التي كنت تحلم بها نهاية لمشاريعك نهاية للأشياء الجميلة التي تعيشها ما دمت تنظر للموت هذه النظرة ستخاف من الموت ويصبح لديك وسواس الموت إذا كان دماغك مهيئا لهذا الأمر أنا بالنسبة لي أنا نظرتي مختلفة أيها الأحبة أنا أنظر إلى الموت على أنه أول خطوة على طريق لقاء الله تبارك وتعالى حقيقة المؤمن أحبتي في الله يحلم بلقاء الله يحب لقاء الله ولكن الموت هو الخطوة الأولى التي تنقلك إلى هذا اللقاء طيب أنا أحب أن أرى الملائكة حقيقة هل فكرت أخي الحبيب أن تحلم بلقاء الملائكة الملائكة من أجمل المخلوقات التي خلقها الله عندما ترى الملائكة يزول الخوف والهم والحزن والاكتئاب والظلم سوف تشعر بالأمن المطلق هكذا يمكن أن أسميه الأمان الكامل إذا كنت تعتقد بالفعل أنك ستلقى الملائكة وأن الله راض عنك طيب كيف يرضى الله عني؟ كيف أعلم أن الله راض عني؟ الحل بسيط أيها الأحبة الله تبارك وتعالى في آيات عديدة يقول إن الله مع الصابرين أصبر وإن الله لمع المحسنين أحسن وأعطي الناس وأعف عنهم الله تعالى يقول إن الله لا يحب كل مختال فخور أتجنب التكبر والفخر الله تعالى يقول فإن الله لا يحب الكافرين أتجنب الكفر الله يحب المحسنين أحسن للناس يحب الصابرين مع الصابرين الله مع المتقين أتقي النار أتقي أخاف من عذاب الله عندما تطبق هذه الشروط تصبح أو تدخل في رضا الله سبحانه في دائرة رضا الله الله سيرضى عنك عندما يرضى عنك الله سيرسل لك ملائكته لأخذ هذه النفس إله عظيم يرسل لك ملائكة من أجمل المخلوقات التي خلقها الله وسترى أجمل شيء وهو مقعدك من الجنة يوم القيامة خالدين فيها أبدا هذه النظرة للموت تجعلك أخي الحبيب تتشوق للقاء الله تكره الموت ولا تخاف منه على فكرة الإنسان بطبيعته أيها الأحبة وكل الكائنات حتى المؤمن يكره الموت ولكن يحب لقاء الله لا يخاف من الموت لا يخشى الموت يكره بحكم حبه للحياة هكذا فطره الله عز وجل والمؤمن لا يلقي بيديه إلى التهلكة لأن من يقتل نفسه فهو في جهنم خالدا فيها أبدا أنا أحب لقاء الله ولكن أنتظر حتى يأتي الأجل الموت أيها الأحبة هذا رقم واحد إذن ينبغي أن تغير نظرتك إلى الموت ليصبح نظرة بداية حياة جديدة وليس نهاية الحياة يجب أن تنظر إلى الموت على أنه نهاية للحزن والاكتئاب والمآسي والظلم والمرض وهذه الأمراض التي نصاب بها وظلم الناس والجوع والنقص المادي أحيانا الموت يضع حدا لهذه الأشياء السيئة الموت هو نهاية لكل المساوئ التي تعيشها ولكنه بداية لكل الأشياء الجميلة التي ستعيشها بعد الموت في عالم البرزخ تغيير نظرتك تجاه الموت هذا رقم واحد رقم اثنان ينبغي أن نفكر بالموت أيها الأحبة أن نصلي صلاة مودعك أن نعمل أعمال متقنة إذا أنجز أحدنا عمل يتقنه يبر والديه يصبر على أذى زوجته مثلا أو زوجة تصبر على أذى زوجها أو أبنائها قدم خدمة للآخرين أخدم جارك أخدم صديقك صل الرحم ولو بمكالمة التليفون أكثر اجتهد في أعمال البر أنبياء الله ماذا كانوا حتى بلغوا هذه المراتب العليا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا راغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين إذن غير نظرتك تجاه الموت رقم واحد إلى نظرة إيجابية اتنين ابدأ بأعمال البر رقم ثلاثة القرآن الذي سينير قبرك هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي سيدافع عنك هو القرآن يجب أن يكون القرآن هو رفيقك في الدنيا وأنت نائم استمع للقرآن في كل وقتك استمع للقرآن لماذا لا تحفظ القرآن أخي الحبيب القرآن شيء جميل وكلام سهل ويطرب له الإنسان هذا القرآن سيكون نورا لك في القبر ويوم القيامة ويكون شفيعا لك اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة القرآن يحاجج ويدافع عنك على فكرة ويقول هذا القرآن ينطق يوم القيامة يقول يا رب أنا منعته النوم منعته العمل منعته كذا كان متفرغا للقرآن لذلك هذا القرآن دعم لك أثناء الموت وفي عالم البرزخ ويوم لقاء الله تبارك وتعالى إذن أيها الأحبة بعد أن تتبنى وجهة النظر هذه وتغير نظرتك اتجاه الموت سوف تجد سوف لن تجد وقتا للتفكير بالموت سيصبح وقتك عمل مستمر لتكسب كل لحظة تتقي فيها الله سبحانه وتعالى لتفوز وتكون سعيدا لحظة الموت تجد نفسك أنك تطيل الصلاة تطيل الركوع تطيل السجود تخشع في صلاتك يختفي الخوف نهائيا يختفي لماذا تخاف أخي الحبيب ما الذي يجعلني أخاف ثم الشيء الرابع والمهم أيها الأحبة أن لكل أجل كتاب الموت ليس له علاقة لا بالأمراض ولا بالسرطان ولا بكورونا ولا بالحوادث ولا بشيء هذا أمر مستقل تماما عن حوادث الدنيا ينبغي أن ترسخ في ذهنك أن الله كتب عليك الموت منذ أن كان عمرك أربعين يوما في بطن أمك وبالضبط الليلة الثانية والأربعون الليلة الثانية والأربعون يكتب فيها الأجل فلا تقول والله فلان لو أنقذناه لما مات لو أسعفناه لما مات هذا كلام فارغ مخالف للقرآن أيها الأحبة مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى يقول إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون لا تستطيع أن تؤخر هذا الأجل إنسان مات بالسرطان نقول لو لم يصب بالسرطان لم يموت هذا الكلام غير صحيح الله عز وجل ضعوا هذا الأمر في تصوركم أحبة في الله الموت شيء مستقل مكتوب لك أن تموت في لحظة معينة يخبر فيها ملك الموت في هذه اللحظة أن يأتي لقبض روحك هذه اللحظة الله تعالى يكون قد قدر لك قبلها مثلا أن تغرق أن تحترق أن تعمل حادث أن يصيبك سرطان مثلا ولياذ بالله قدر لهذا الإنسان أن تأتيه نوبة قلبية جلطة دماغية مثلا الأعمال التي تسبق الموت ليس لها علاقة بالموت الموت شيء مستقل ليس له علاقة أيها الأحبة والموت فيه إجراءات معقدة ليس بهذه البساطة يعني إنسان يمشي صدمته سيارة ملك الموت يعني ينتظر هذه السيارة حتى تصدم هذا الإنسان حتى يأتي لا ملك الموت لديه سجلات ولديه مواعيد لا يعلمها الله يعلمها على فكرة حتى ملك الموت والملائكة لا يعلمون الغيب إلا ما أذن الله لهم به ملك الموت أيها الأحبة لديه تأتيه معلومات اقبض روح فلان فقط في توقيت محدد تم تحديده منذ أن كان عمرك 42 ليلة في بطن أمك منذ أن كنت جنينا يذهب ملك الموت في مهمة مستقلة ليس لها علاقة لا بالسرطان ولا بالمرض كلها هذه إجراءات دنيوية المرض والسرطان والحوادث والغرق وغير ذلك وفلان تم إسعافه وفلان انتشلت جثته كان على قيد الحياة ومات على الطريق مات في المشفى مات كذا كله هذا كله الدنيوي الموت شيء آخر تماما الموت هناك ملائكة تحضر يمكن أن تكون ملائكة العذاب ويمكن أن تكون ملائكة الرحمة يأتون في موعد محدد يأتي ملك الموت ليتوفى هذه النفس ويدور حوار أيها الأحبة بين ملائكة الموت وبين هذا المتوفى يعني مثلا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا هناك حوار يطلب وأن يعود إلى الدنيا ليعمل الصالحات يأتيه الجواب كلا الملائكة تقول له كلا إجابة صادمة إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون الملائكة تقول للكافر أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهوني بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون إذن هناك حوار وهناك قصص وهناك ضرب وهناك ذل لهذا الكافر المؤمن يدور حوار بينه وبين الملائكة ماذا يقولون للمؤمن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ستأتي الملائكة بأحلى صورة أخي الحبيب لتقول لك ألا تخافوا ليس يأتي طبيب يقول لك لا تخاف أو فلا من البشر لا يملك لنفسه ضر ولا نفعا ملائكة تأتي لتقول لك ألا تخافوا على المستقبل ولا تحزنوا على الماضي وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون لا حزن لا خوف إذن عملية الموت أحبة تفلا ليس لها علاقة بموضوع الحوادث والمرض والجلطل والكذا هذه أسباب دنيوية تبقى في الدنيا أما الموت ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت غمرات هناك غمرات للموت مجرد أن دخلت في غمرات الموت انتهت الحياة الدنيا لم تعد تشعر بشيء وبقي جسدك عبارة عن ذرات مادية من الكربون والأكسجين والنيتروجين ليس لها أي قيمة خلايا ستتعطل بعد قليل ليس لها أي قيمة أصبحت نفسك هي التي تتعامل مع الملائكة ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت غمرات والملائكة تباسط أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون إذن أخي الحبيب عندما تدرك هذه المعاني يصبح همك وشغلك الشاغل أن تهيئ نفسك للقاء الله لقاء رسول الله أن تعمل للآخرة لأن هذه الدنيا ستموت لن تدوم لك الدنيا ولا لغيرك إذن أيها الأحبة نلخص بكلمات قليلة يجب أن تعلم أن الموت ليس له علاقة لا بالفيروسات ولا بالأمراض هذا موضوع مستقل محدد مسبقا انتهى يعني أنا أجلي سيأتي في وقت محدد انتهى والله لو اجتمع الكون كله لا يستطيع أن يقصر ثانية من عمري ولا من عمرك لو اجتمعت كل أمراض الدنيا لا تستطيع أن تقصر ثانية من عمرك أبدا ولو اجتمع أطباء العالم لا يستطيعون أن يطيلوا في عمرك ثانية أمر محدد شيء ثاني القرآن هو أفضل نور لك في القبر ودفاع وحج لك ينير قبرك تأنس به تتونس به أن تغير نظرتك تجاه الموت نظرة إيجابية وأخيرا أن تكثر من أعمال البر أعمال التقوى مساعدة الآخرين الصبر الإنفاق أعمال كثيرة لذلك أيها الأحبة نسأل الله تبارك وتعالى أن يهون علينا سكرات الموت وأن يجعل أحلى يوم في حياتنا هو يوم لقاء الله نلقاه وهو راضي عنا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته